وراح نروح الهلأ للفقرة الأسبوعية من الألف إلى الياء واليوم المثل راح يخبرنا عنه أحمد رجدان هو رجعت حليمة لعدتها العديمة هي مش كانت ريمة لا لا حليمة من أين جاءت ريمة والله احنا عدنا بقول رجعت ريمة لعدتها العديمة الفكرة واحدة يا سيد ماشي ريمة وحليمة واحدة وكان أخوات في الأخر الفوزير الشيء أنا عملتها أنا توقف كانوا واحدة عملت فكرة عملتها أول شيء شو أخبارك الحمد لله أنت كيف حالكم الحمد لله شاء خبرها حليمة بتسلم عليكم أبتسلمها شو لسه عملتها طيب طيب أوكي نرجع شوي لورا أبل أن نتحدث عن المثل هلأ مبدئيا حليمة الغالب الغالب قال أنه حليمة هي زوجة حاتم الطائ حاتم الطائ انتوا تلقائيا عرفتوا المشاهدين أكيد عرفوا أنه هو مثال العرب بالكرم صح هلأ له مواقف كثيرة فصار فيه مثل ما في داعي نحكي عنه صراحة ما منحكيها لأ وخلاص لهو بيقولوا أكرم من حاتم لهو أنه انت خلاص واصل لفل الوحش يعني بالكرم تكرمك أعلى منه بكثير بس فحاتم هو دائما عند العرب مثال الكرم اللي ما فيه زيه صح طيب بالمناسبة على السريع حاتم نفسه مرة سألوا أترى في العربي أحدا أكرم منك فقال نعم أوكي شاب أو فتن يتيم من طي نزلت في داره أوكي وله عشرة من الغنم عنده عشر أغنم فقط تمام فدبح له واحد من هن ما رح أحكي الفصيح اللي هو حكا دبح له واحد من الأغنم وقدم له اللحم فانتبه أنه حاتم هو عمياكو ركز على لحمة الراس أوكي ما يصيب؟ عجبته أوكي وقال له والله إن هذا للحم طيب فراح الشاب طلع لبرة وصار يدبح الخواريف اللي عنده واحد واحد هنو عشرة كل اللي عنده عشرة عشان يده لحمة الراس عشان يعطي له لحمة الراس خلص حاتم وطلع فشاف فيه كمية دبايح بره وقصة وليلة فانصدم كثير من اللي صار قال له ليش عملت هيك قال له أنه كيف بدي أنا أبخل عليك بشغلة موجودة عندي فالناس قالوا له لحاتم لما حاتم عم يحكي هاي القصة قالوا له طيب أنت شو عطيته بدالها فقال له مش عارف كمية ناقة ومش عارف كمية غنمة فقال له معناها أنت هيك أكرم منه قال له لا هو عطاني كل شي عنده أما أنا قليل من كثير عطيته شي بسيط من اللي عندي فهو مثال العالم كله بالكرم العكس هي زوجته حليمة حليمة كانت بخيلة لدرجة مش طبيعية لدرجة أنه هي عم تطبخ بالبيت بدها تحط سمنة بالأكل شان الأكل يصير طيب فتحط كمية قليلة جدا وهي عم تعبي السمنة من القدر خلينا نقول لأن المهم وهي عم تحطه إيدها ترجف متوترة من كترة ما بدها تصرف ما بدها تحط سمنة وعاشت على هالحالة حاول معها كتير ها تمشي الحال يعلمها يعم ينعدي مني شوية ما فيه أبدا فشو عمل المرة قال لها بما معناه أنه هو أربي واحد من الكتب أنه فيه روايات بتقول أنه الواحد الله بيزود بعمره يوم عن كل معلقة سمنة بحطه بالأكل يالله بشيرها عجبها بالظبط ويعطيها شغلة خلاص تقتنع فيها عجبها الموضوع وصارت فعلا من يومها تزيد السمن كل يوم تزيد 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 لحد ما صار أكلها شغلة محترمة شاء رب العالمين مرة من المرات أنه ابنها الوحيد يموت زعلت واكتقبت وبطلت تحط سمنة بالأكل فصارت الناس تقول طبعا ليش هي مادة تحط السمنة أنه خلاص بدها عمرها يقصر لأنه مش هو أليها تمام هي مش كان أي لها أنه فهي البخل تحول إلى أنه أنا مش عايزة أيام تزيد في عمري فصاروا يقولوا رجعت حليمة لعادتها القديمة لا قصة حزينة بس ببساطة هاي هي هلأ في رواية تانية تانية هاتم نحكيين سريع سريع جدا مثل ما حكينا دايما أنه أي شيء تاريخي الناس بتحكي فيه كذروا رواية كثير زي ما أنت قلت أنه هي مش حليمة هي اسم تاني ففي بهارات شعبية بتنضاف على أي رواية أو على أي مثل شعبي فواحدة من الروايات بيقولوا أنه كان في واحدة بقرية اسمها حليمة بتشتغل بالرعي هي مسؤوليتها كانت بالعيل لأنه تأخذها الغنم تطلع فين على المراعي فتطلع عراس تلة أو جبل أو مكان مرتفع وتصرخ بلا أي سبب إزعاج للناس فعلا هو فقط كان إزعاج تمام أتحفظ 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 طيب فكانت تطلع كل يوم هذا الحكي وتصرخ الناس نزعجوا منها بعد فترة صوتها تعب يعني بالنهاية من قطر ومصر ومصرر خطف تختفى باستراحة اختفت يومين رجعت باليوم الثالث هي اختفت ليش بس لا تريح صوتها مش أكتب طلعت باليوم الثالث ورجعت على رأس التلة أو الجبل وبلشت تصرخ من أول الجد فصاروا الناس من القرية يقولوا رجعت حليمة لعادتها القديمة يعيني هاي هي انضغطت مرتبة يمالي هنا قلنا في رواية الأساسية الأشهر والتي هي غالبا الصح في هاي وحدة تبع البنت اللي بتصرخ في وحدة ثانية انه بنت كانت مش نظيفة وهي طفلة يعني توسخ الدنيا وما تهتم بمظهرها أوكي تمام مظبوط ما تهتم بمظهرها أبدا وهي طفلة كبرت 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 وصارت صبية وبلشوا الناس يتقدموا لها مش عارف شو على أساس انه هي انصلح حالها صارت صبية وتضبت شعرها ومش عارف شو فمرأة من المرات خلص في ناس خطبوها وهي يعني كانت راغبة بهذا الشاب اللي خطبها فاجت وحدة من الجارات وبتقول لهم بما معناه ابتعدوا عنها فقط عادت حليمة لعادتها القديمة شارفتها انه هي عفشة بالبيت بينما لا 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 دقرتها هي مش عارف يبدو هي في عندها بنت جارتها أنا شكيت انه شو جارتها يكون عندها بنت عندها البنت اللي بتصرخ حلوة شوف مبداية انت حكتت روايات انا نروتني لأولا شوفوا هي الأولى فعليا هي اللي أساسها بالكتب بالكتب انحكت هي فعليا أكتر شي هلا في ناس سألت انه هي مش مرت حاتم بس انه هي حليمة لها علاقة هي زوجة شخصة روايتات تانية حدستها قصة التيتا بالآدوي بتسلول اولادة طبعا لدت نيمنا بآخر بما انه مش عارفينين او شايفي بنت كركوبة فبتكيت تعالي اسمعي على سيرة حاتم الطائع انه مثال العرب كان بالكرم في اسماء كتير ان شاء الله فقرة فقرة منحكي عنهم واحد واحد مثال بشي معين مثلا السموئل اللي هي تعريب ساموئيل بالمناسبة كان مثال بالوفاء فصار المثل ينقال أو فمن السموئل صح مثلا في واحد مشهور جدا انه سريع سريع اسمه الشنفرة كمان نحكي قصته فصار ينقال اعدى من الشنفرة اعدى يعني يعدو بيركد اعدى من الشنفرة يعني اكثر عداءا من الشنفرة فهو اسرع من الشنفرة انا حسن نعمد ايبوصل الكاميرا ويروحمل ازاي لو عايزين تعرفوا اكتر تابعوني على كذلك ففي اسماء كتيرة زي ما قلنا مين في مثلا كمان نعمل لك وحدة يلا نعمل لك وحدة يلا اي حاجة ايوه بسرعى بسرعى اعدوا سننة خليل زي يعطينا هاتف كيس ففي اسماء كتيرة مثل ما قلنا كانت بالتراث الشعبي والتاريخ العربي مضرب للمثل بشي معين قلنا حاتم بالكرام مثلا حكينا بتذكروا الاسبوع الماضي عن قصة حرب البسوس وكذا البسوس اللي هي صاحبة الناقل اللي قتلت وسببت الحرب كانوا ينقالوا أشأموا من البسوس لأن البسوس هي اللي ولعت الحرب اللي ضلتها لأربعين سنة زي عندنا أكرم من الشراء وما فيش أزرف من خليل لا 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 أزرف من خليل يعني عندك في مصر ما سيقولك الشراء وهم من أكرم الناس اللي موجودين لأنهما اللي عزموا القطر اه قصة طويلة بحكي لكم من الألف اللي يعني ان شاء الله بيحمل لك يا أحمد يعني احنا محسوسين او ان انت والله أنا كمان حبيبي وان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله حضر لنا حاجة دسمة كده بل شكرا لها سبعة تمر رواية بس ما فسر يخشل لا لا واحدة بس او صباح وحنا عايزين ننابي شكرا لك أحمد وشهر الاسبوع جاك شاء الله شكرا